أعوذي الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل البيئة الوحدة الحادي عشر التلوث الضوضائي نويس واليوشن واصل شرح محتويات هذه الوحدة في هذا المقطع نتناول أهداف الوحدة الرغم هداشر نمر واحد مصادر الضوضاء ومصادر الضوضاء هناك حوالي خمسة مصادر أربعة منها من صنع الإنسان واحد من البيئة المصادر الواحد من البيئة هو زلازل ومثلا الرعد هذه واحدة من مصادر الطبيعية زي زلازل والرعد الأربعة مصادر نمر واحد مثلا المواصلات والمواصلات زي السيارات والقطارات والدريات النارية والآخره أيضا اثنين الطائرات 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 أيضا مصدر مصادر التلوث التلوث الضوضائي وهناك أيضا أعمال البناء والتشهيد بناء وتشهيد أعمال البناء والتشهيد وأيضا هناك الأجهزة الكهربية أجهزة كهربية كل الأجهزة الكهربية المستخدمة في البيت من المكيفات إلى المكانسة الكهربية كلها والخلاطات تحتبر مصادر 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 التلوث الكهربية تعريف الضوضاء والوحدة التي يغاس بها الصوت الضوضاء أي صوت يزعج أو يغلق السمع يعمل قلق للسمع إذا كان قلق يصدر أو يعمل قلق للسمع هذا يعتبر ضوضاء ويقاس بوحدة تسمى ديسيبل فأي صوت ما بين 80 إلى 90 يعتبر ضوضاء فكل صوت ما بين 80 إلى 90 يعتبر ضوضاء أو أعلى من ذلك التعرف على أثار الضوضاء أثار التلوث الضوضاء على الإنسان أثار التلوث الضوضاء على الإنسان وهناك أيضا خمسة آثار منها أربعة ممكن تضرب الإنسان واحد يضرب نمو النبات والحيوان النبات والحيوان والأربعة التي تضرب الإنسان الأربعة التي تضرب الإنسان هي ممكن تسبب مرض نفسي مرض نفسي وعضوي بالنسبة للإنسان نمرة اثنين يمكن أن تؤثر على السمع السمع في الإنسان نمرة ثلاثة يمكن أن تؤثر على نمو الأطفال يمكن تؤثر على نمو الأطفال يمكن تؤثر على نمو الأطفال والرابعة وهي الخطيرة يمكن أن تسبب البرود الجنسي يمكن تسبب البرود الجنسي إذن سارت تلوث الضوضائي على الإنسان بشكل واضح أربع منها على الإنسان واحد على الحيوان والنبات التحكم والوغاية من التلوث الضوضائي نرى هناك تحكم والوغاية وبينهما فرق كيف نتحكم في الضوضاء وكيف نتغيها إذن التحكم هناك أيضا حوالي خمسة نقاط في كيف نتحكم على الضوضاء إذن التوعية أول شيء لكي نتحكم يجب أن يكون هناك التوعية التوعية من مخاطر التلوث الضوضائي نرى اتنين اتباع التعليمات التعليمات اتباع التعليمات المهمة في حالة الأشياء التي تصدر ضوضاء منع استعمال مكبرات الصوت منع استعمال مكبرات الصوت أو أي شيء يصدر الصوت بشكل عالي في أماكن المزدحمة من الناس التحكم في أصوات الماكنات زي الصوت العالي ونجدها في أماكن ويجب وضعها في أماكن مقفلة مقفلة ويجب أن نضعها في أماكن مقفلة ونعتبر هذا نوع من العزل ونبرة خمسة هو العزل يعني في المباني يجب أن نضع بعض الأشياء العازلة للصوت لكي لا يسمع في الخارج إذا كانت في مكناته إلى آخره طيب الوقاية هناك حوالي سبع نقاط أيضا لكي نتقي شر التلوث والأصوات العالية فمن ذلك مثلا في المواصلات إذا كنت تقود سيارة إقلاق زجاج السيارة يعني قلق زجاج السيارة قلق زجاج السيارة وتقليل استعمال مكبرات الصوت والتنبيهات تقليل استعمال المنبهات أو التنبيه التنبيه وخاصة في السيارات أصوات البوري يمكن يقلل منه بقدر الإمكان أنه لا يستخدم في أي زمان ومكان إقلاق الشبابيك في المنزل إقلاق الشبابيك في المنزل إقلاق الشبابيك في المنزل نمر أربعة سداد الأزن في سدادات خاصة سدادات خاصة بالنسبة للأزن إذا كنت لا يمكن أن تبتعد من مكان الضوضاء التلوث الضوضاء في ماكينات لها صوت عالي يجب أن تستخدم سدادات الأزن لكي تتغيش على تلوث الضوضاء هناك يجب أيضا سماعات ماصة استخدام سماعات ماصة للصوت نمر 6 عدم استعمال هنا يجب عدم استعمال السماعات الأزن اللي هي تكون مع الريديو أو المسجلات الصغيرة وأحيانا في السماعات وأحيانا أيضا تستخدم مع التلفونات عدم أو الابتعاد أو التقليل من استخدام سماعات الأزن وهي دائما تكون مواكبة لبعض التلفونات أو الراديوهات الصغيرة تقليل من استخدامها أو عدم استخدامها لأنها تؤثر على السماع الفحص الدوري للسيارات الفحص الدوري للسيارات وهنا نؤكد على سلامة العادم في حالة فحص السيارات يجب أن نعرفون سلامة العادم هذا يكون مصدر لصوت مزعج في كثير من السيارات ومصدر هذه الوحدة هو كتاب علوم تلوث البيئة تأليف الأساز الدكتور حسن بن محمد سويدان من صفحة 147 إلى 170 لمن أراد تفاصيل أكثر وسوف نواصل المقاطع القادمة شرح كل من هذه النقاط الأسئلة في أهداف هذه الوحدة